بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب كيف ينزل عليك الرزق كالمطر وأنا أعني ما أقول بالفعل الرزق ليس من الضرورة أن يكون أموالا أو ذهبا أو فضلاء أن يصرف الله عنك مرضا هذا رزق وأهم من المال أن ينجيك من شر حادث محقق هذا رزق أهم من المال أن يصرف عنك الظلم والأذى أن يصرف عنك مرضا قاتلا هذا أيضا رزق كبير جدا وأهم من المال أن يعطيك الصحة هذا رزق أن يرزقك زوجة صالحة هذا رزق مهم جدا أن يرزقك ابن بار أن يرزقك جار صالح كل هذه الأنواع من الرزق أنت يمكن أن تحصل عليها فقط بالتقوى فقط الشرط هو التقوى أن تتقل الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من حيث لا يحتسب أي أن كل الحسابات التي تقوم بها وكل الأفكار التي تنسجها وكل ما تحسبه يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب ولا تدري ولا تعلم بأسباب بسيطة جدا يأتيك الرزق لذلك كرر هذه الآية وطبق ما فيها من التقوى تقوى الله عز وجل وإن شاء الله ستجد أنواع كثيرة من الرزق أهمها السعادة وراحة البال والطمأنينة احفظ هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والحمد لله رب العالمين